أهلا بحضراتكم مرة تانية محمد يلا نروح على أوروبا ونبدأ بالبريميال ليج يمكن في خلال الانترو كنت بتكلم على مش هتكلم على الفنيات لكن نتكلم على أزمة كبيرة جدا بتمر بالبريميال ليج والكورة الإنجليزية انتشار فيروس كورونا عدد كبير جدا من لعبي أندية الدور المحترفين في إنجلترا بتصاب بكورونا في عملية زعر شوية في البريميال ليج شايف المنطقة دي ازاي وخاصة أنت عارف أنك كنت لسه راجع من ألمانيا وألمانيا خلاص قردي قفلوا الاستداد والمبارات بتتلاعب بدون جمهور شايف الأمور ازاي في إنجلترا بالنسبة لإنجلترا طبعا الأمور متأزمة لحد ما ولكن في الاجتماع الأخير من الدارة أو المسؤولين عن البريميال ليج قالوا احنا هنكمل طالما أن فيه 13 لاعب على قل مع حارس المرمى موجودين يقدر المدير الفني يعتمد على بتكملة السكواد من الناشئين أو من الشباب تحت 21 عام ويبدأ أنه يكمل السكواد بتاعه بشكل أو بآخر ولكن احنا مكملين حدد الإصابات كثيرة جدا بتصل لتسعين ألف دلوقتي وخمسة وسبعين وخمسة وثمانين ألف حالة في اليوم من المتحاور الجديد بالنسبة لإنجلترا احنا شايفين حيكون فيه الأندية هترضى بكده يعني طبعا هو بيكون قرار سار على الأندية كلها خلينا ناخدها بالجزئين الجزء الأولاني هل يعني ربطة الأندية المحترفة في إنجلترا عندها مشكلة مع الخسائر اللي ممكن يعني تحصل من تاني إن الجماهير ما تخشش ويبقى فيه خسائر مادية كتير للأندية هل الأندية هتعمل البالانس دوت هتقولك مش هجازف بشكل كبير جدا في خسارة أموال تانية وحنلعب يمكن لو زي أنت بتقول لو عندنا 13 لعيب بلاس حارس مرمى ندعم من الشباب ويلعبوا ولا هيكون فيه وقفة كبيرة جدا مع كمان الحضور الجماهيري يعني في كل التصريحات اللي شفناها لبيب جارديولا يورجن كلاب الأندية الكبيرة في البرايمر ليج كلهم يعني بيقولوا طبعا الإنسان الصحة ده الأهم نتبع الكواعد والقوانين ولكن كابتن هانزا ما حضرتك قلت هيكون فيه خسائر كبيرة جدا مش عايزين الأندية ترجع كان للعام الماضي عايزين يكملوا ويلتزموا بكل الكواعد الصحية دلوقتي الاتجاه رايح فيه الإجبار على التطعيم والجرعة الثالثة فيه خبر حلو مبارح نزل في البرايمر ليج في الأخبار والصحف وهناك في إنجلترا كابتن هاني إن اللي متطعم جرعتين بالنسبة لللاعبين على سبيل المثال فتم تقليل مدة الحجر الصحي من 10 تيام ل7 تيام وده هتدي فرصة كبيرة جدا لللاعبين المصابين في تشيلسي على سبيل المثال أو ليفربول إن هما يعودوا للمباريات القادمة بشكل سريع جدا لأنه كده عدى 7 تيام أو أكثر من 7 تيام وده خبر مهم جدا الغلق أنا أعتقد في الأيام القادمة لو زادت الأعداد أو الإصابات أو عدد الإصابات بشكل كبير سوف يتم منع دخول الجمهور وده اللي حصل في ألمانيا دلوقتي ألمانيا ما استنتش إجتماعات أو نقعد مع مسؤولين البوندس ليجا لا تم القرار قفل على طول المباراة القادمة 28 ديسمبر بدون جمهور بيسموها الجايسترشبيل يعني المباراة للأرواح يعني ما فيش حد في الأشباح يعني ما حدش موجود في الاستادات أو الحضور الجمهور أنا أعتقد أن البرايمير ليج لو استمر زيادة عدد الإصابات سوف يتم مبدئيا غلق أو عدم دخول الجمهور ده من ناحية البرايمير ليج بشكل عام شفنا الليجة أو الليجة الأسبانية لسه الأمور يعني ماشة بشكل إلى حد ما أفضل مما هو الوضع عليه في البرايمير ليج وأعتقد أن هم مكملين يعني ما شفناش أي إجراءات صارمة حتى الآن هو كل الحديث في البرايمير ليج هو ده الأكبر زي ما حدثتك قلت طبعا القيمة التسوقية والإعلامية والمكاسب الكبيرة في عدم حضور الجمهور أو عدم لعب المباراة أو تأجيل المباراة بأسطر بشكل كبير على الأجندة الدولية وبعد الأندية محمد كانت اقترحت يمكن تأجيل أربع مباراة من العام لبداية العام الجديد لكن زي ما أقول لحضراتكم رابطة الأندية المحترفة مصرة لغاية دلوقتي على طبعا استمرار البطولة بشكل كبير جدا ده على مستوى طبعا رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا على مستوى المدربين بتقول إيه تعالوا مع حضراتكم نشوف بيب جارديولا قال إيه عن أزمة فيروس كورونا في البريمير ليج ليس لدي رأي في ذلك لذا الأطباء أو العلماء أو الدور الإنجليزي بغض النظر عن من يتخذ القرار سأدعمه بنسبة مئة في المئة لذا فهي ليست مشكلة في الدور الإنجليزي إنها مشكلة للمجتمع أرى الناس في الشوارع ولا أحد يرتدي الكمامة ولا أحد يلتزم بالتباعد الاجتماعي لهذا السبب سيحدث الأمر عاجلا أم آجلا لذلك حاولوا خلق بيئة جيدة لموظفين ولاعبين وطاقم العمل علينا أن نكون في حالة تأهب وعلينا أن نجربها إنها مشكلة في جميع أنحاء العالم لا تزال موجودة الفيروس لا يزال موجودا المتحور الجديد موجود ثم ما سيقرره الدور الإنجليزي سنقوم بدعمه طبعا جارديولا طبعا بيقول اللي هيقرره المسؤولين عن إدارة الدوري أو البريميال ليج إحنا اللي هنقوم به ولكن معقبش بشكل كبير على الأول دي ده طبعا العلماء وده كثرة هم اللي يحددوا لكن هو بيقول كمان إحنا مع ما يقرره رابطة الأندية المحترفة بالزبط يعني هو يعني بيدعم طبعا الحكومات أو القرار الوزارات الصحة والمسؤولين على الصحة بشكل كبير زي ما هو قال ولكن في ما بين السطور كده كابتن هاني قال يعني كلمة حلوة يعني مفروض كلنا ناخد بالنا منها أو الجمهور هناك ياخد بالهم منها إن ما فيش التباعد الاجتماعي ما فيش الناس ما بتلتزمش بشكل كبير باللبس بتاء الكمامة أو المصر ده رسالة يعني بشكل غير مباشر حاب بيوجهها أبيب جارديولا للجمهور أو الشعب الإنجليزي بشكل عام أو في العالم بشكل عام ولكن ده مهم جدا أنا أعتقد لو تم الالتزام يعني حيكون فيه مواصلة للدوريات الكبيرة ومما وخاصة طبعا البريمير ليجون تعمل